اشتركوا في القناة ماتت في مدان التحرير ومطالبة بالمحاكمة العدالة لهم والله ده المطلب دلوقتي اللي احنا مركزين عني يعني انت بتشعر لسه الثورة لم تحقق مطالبة يعني? الثورة نجحت ولكن هناك تكملة لها طبقي كم اللي عايز توجيهها للمجلس العسكري او لدكتور عصام شرف لا انا بالنسبة للمجلس العسكري بوجيه له ان ان ربنا يسألهم عن كل نقطة الدم نزلت في الميدان ده وبالنسبة لعصام شرف بقوله والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وانت استلمت تركة انت مش قدها فارجوك سبع عشان مايبقاش شكلك وحش طب لو عصام طارق يعني ساب المنسب ده مين ممكن في تخيولك يعني؟ تخيولي 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 اللي قدر اقوله ان ان اللي قدر يديلي البلد دي شاب عنده تلاتين سنة منفعش شاب اكتر من تلاتين سنة هل في زينك اسمها معينة ترشحها؟ والله مصر فيها كتير جدا مفيش في زيني اسمه معينة ولكن مصر فيها فيها ناس كتير جدا وفيها شبابها نزلت الميدان اه قلت شباب جديد كتير جدا عقلاته جميلة جدا يقدر يديلي البلد وبعدين قدوا فرصة للناس وجربوهم اي يعني زي ما بيقوله يعني الحاجة ام الاختراع احنا محتاجين دلوقتي ممكن شاب يطلع عنده عشرين سنة يدري المانع طبعا مش شارت خمس تلاتين سنة بس انا عاوز دي ان الجيل ان ندي فرصة ندي فرصة للجيل اللي عمل الصورة للجيل اللي عمل وفيش مانع نبقلو مستشارين من الجيل القديم مفيش مشكلة شكرا نافع 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 نافع